دائماً في الملف اللبناني ونناقش تطورات هذا الملف مع ضيفنا هذا المساء من بيروت النقب اللبناني السابق أنطوان زهرة أستاذ أنطوان مساء الخير لحضرتك أهلاً بك معنا دائماً على شاشة الحدث وفي الأخبار الليلة رح أبدأ مع حضرتك بحديثنا من جديد عن استهداف بعلبك هذه المرة الثانية بهذه الفترة بس أكيد كان في أكثر من استهداف بالساعات الماضية اليوم هل يمكن اعتبار فعلاً أنه إسرائيل تريد جر لبنان جر حزب الله بشكل خاص إلى حرب كاملة وشاملة على كل الأراضي اللبنانية هل هذا الاستنتاج الذي يمكن أن نستخلصه بعد هذا القصف أنا برأيي بالحد الأدنى إسرائيل تريد إحراج حزب الله بالخروج على ما سماه حزب الله قواعد اجتباك وعيش اللبنانيين على وقع أنه الأمر تحت السيطرة وما تخافه وعم نتجنب أنه البلد يدفع التمن الكامل من اقتصاده وأمنه واستقراره فقدان هايبته وفقدان الدولة في تحويل الحكومة اللبنانية إلى ناطق بإسم الله ومندوبه بالحوار إذا صار حوار مع أي جهة أجنبية المقصود إحراج حزب الله لأنه إذا منتذكر مع بدايات دخول حزب الله بما سماه حرب إشغال وأسناد لمناصرة غزة واللي تبين بالواقعية والمشاهدات على مدى خمسة شهر أنه لم تخدم إلا نظرية وحدة الساحات هذا التدخل خدم نظرية وحدة الساحات بدون أن يفيد لا غزة ولا فلسطين ولا قدير فلسطينية وطبعا لم يفيد لبنان اليوم قال عندما تدخل إسرائيل برا إلى غزة ستشتعل الجبهات كلها سوا دخلت برا منذ شهور ولم يحدث هذا الشيء وكل بكل خطابات وأدويات حزب الله ومسؤوليه من السيد حسن حتى معاوني حتى أي ناطق باسمهم حتى الإعلام الذي يصرح باسمهم انتصارات متتالية وتهديدات طويلة عريضة وإسرائيل أوهن من بيت العنكبوت وإلى آخره وبالمقابل إسرائيل تواصل عمليات المطاردة لمسؤوليه ومراكز حزب الله في لبنان وبرأيي أصدى أحراجه إما حرب أو ذهب إلى تفاوض جدي يؤدي إلى استقرار بالجنوب يؤمن عودة سكان مستعمرات الإسرائيلية في شمال إسرائيل هذا رأيي تقييمة لما تقوم به إسرائيل وإلى أي واحد من السيناريوهين سيذهب حزب الله؟ واضح أن حزب الله بكل الحالات هدفه أولا عدم نسف المفاوضات الأمريكية الإيرانية هذا عنوان أساسي بالنسبة لهم ولذلك يجربوا ضبط العمليات بشكل كامل يبقى أن يكمل معروفه ويفصل وضع لبنان عن وضع غزة باعتقد بيقدروا يوصلوا لترتيبات تريح الوضع ولكن أصرروا على ربط كل شيء بغزة لتأكيد نظرية وحدة الساحات ووظيفته الإقليمية كجيش تابع للولي الفقيه أو جماعة مسلحة تابعة للحرس الثوري الإيراني وسرايا وقدس حزب الله سيستمر في المشاغلة لخدمة هذه النظرية ويتمنى أن لا يدخل حربا واسعة لأن لبنان لا يستطيع تحمل هذه الحرب بالفعل بس بنفس الوقت سيزة أنتوان في كثير من الكلام اللبناني اليوم يذهب للقول أن حتى لو حصلت حرب هذا لا يشمل كل المناطق اللبنانية ولا يشمل مناطق غير تابعة أمنيا وسياسيا لحزب الله بس رأينا اليوم مثلا صح أنه سقطت هذه المسيرة من يضمن ذلك؟ من يضمن ذلك؟ في كثير من الكلام اللبناني بهذا الإطار القول أنه لن نكون معنيين ولم يعلن عن هويتها حتى الآن هذه المسيرة لم يعلن عن هويتها حتى الآن هلأ رجعت رجعت للمراكز الأخبار اللبنانية حتى الآن لم يعلن عن هويتها ويصدف أنها سقطت في مكان في وجود متواضع للدولة فيه مش مثل الجنوب أو البقاء في جبل لبنان الدولة قدرت عن الواج بيتها وننتظر جواب مما تبقى من الدولة اللبنانية أن يعلن ما غمضة حول هذا الموضوع طيب بس سؤالي هل يمكن فعليا اليوم استمرار هذه الرواية الموجودة هل حضرتك تؤيدها أنه فعليا اليوم إذا حصلت حرب مع إسرائيل هناك مناطق ستكون محيدة ولن تتضرر وبالتالي ليس هناك مانع بهكذا حرب لإضعاف حزب الله هل حضرتك مع هذه النظرية نحن خليني أكد بشكل جازم ونهائي إسرائيل عدو لبنان هلأ تشاغل حزب الله وحزب الله يشاغلها بس بالآخر إسرائيل دولي عدوي للبنان للنموذج اللبناني للاقتصاد اللبناني للفرادة اللبنانية لك وانصار لبنان نتيجة كل الحروب اللي حصلت على أرضه وبالتالي هذه أكذوبة أنه ما رح تتناول حدا إلا مناطق تواجد حزب الله هل هي مناطق خارجها عن الجغرافية اللبنانية المناطق المسيطرة فيها حزب الله مشكلتنا بهذه القصة كلها سوا حزب الله يقاتل إسرائيل ويسعى للانتصار على اللبنانيين مش همه الانتصار على إسرائيل همه الانتصار على اللبنانيين شو ما كانت نتاج المعركة العسكرية مع إسرائيل وإسرائيل صارت أكتر من مرة أيلة وقد يسر لها لبنان الرسمي من بداية عهد الرئيس ميشيل عون حتى الآن التماهي بين الدولة وحزب الله إلى حد قدرتها على تحميل الدولة اللبنانية مسئولية ما يجري على أراضيها لأنها لا تسأل حزب الله ماذا تفعل ماذا يريد الحزب هو مسيطر على السلطة حاليا حكومة تصريف الأعمال شو ما حكيت بتقول نسعى رئيسها ورؤية وزير خارجياتها وكل مسئولية نسعى إلى تجنيب لبنان للحرب ولكن لا كلام قبل وقوف الحرب في غزة وهذا تبنين كامل لمنطق حزب الله عندما يتم الحوار معه إن كان من أوصات دولية أو أوصات إقليمية وبالتالي الموضوع القول بأنه بقية لبنان محيد أولا لا أحد يضمن ذلك نحن عم نتعامل مع عدو وشفنا فضاعة رده بغزة مش أول مرة بيستهدف لبنان بال2006 كانت عملية خطف جنديان دمر جسور والبنية تحتية بكل لبنان هون تحت بيتي دمر جسر وبالتالي هيدا الكلام مردود نحن كقوى سيادية مطلبنا تطبيق الألف سبعمية واحد مبارح قبل اليوم واليوم هم بكرة قبل بكرة ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتكون منطقة عمليات اليونيفل والجيش اللبناني خالي من أي سلاح لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لأنه بكل الحالات وأي منطقة انضربت وأي شخص سأت هو لبناني وخسارة للبنان وللبنانيين شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من بيروت النائب اللبناني السابق أنتوان زهرة